اهلا اعزائي ورحب بكم اجمل ترحيب وليوم حديثنا في هذه الحلقة موضوع كتير كتير مهم وبهم كل شخص بشاهد هذه الحلقة ما عاد في وقت وفي بداية السنة اعملنا فيديو وكان الغرض من الفيديو نتحدث انه ملحقناش نبتدي بها السنة عم نسمع حرائق في في استراليا طبعا الشرق الاوسط في حالة غليان بركان ثائر وبيغلي على وشك الانفجار وطبعا اللي صار مع ايران الطائرة اللي سقطت وطبعا امريكا ضربت القائد تاني شخص في ايران وايران ضربت مطارين في العراق حيث في تواجد للجنود الامريكان وهكذا بتسمع عن حروب اخبار حروب زلازل اوبئة مجاعات لكن الكتاب المقدس بسميها كل هذه الامور مبتدأ الاوجاع ولعندما يقول مبتدأ الاوجاع وكأنه الله عم بيحذرنا والله عم بينذر كل واحد منا انه يهتم لروحه يهتم لحياته ويهتم لابديته واليوم سمة العصر الناس مش فاضية وكتير من الناس اللي بتقول لالله ابعد عنا لاننا بمعرفة طرق لنصر مجغولين او في ناس عايش حياة الراحة مش عم تهتم شو عم بيصير في هذه الايام مع انه الساعة عم بالدق وعم تقترب الى النهاية لكن للأسف مثل ما بيقول الكتاب انه الغرور وهم هذا العالم يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر يعني بتشوف ناس يمكن من برة يمكن يكونوا مؤمنين لكن مثل ما بيقول الكتاب هذا الشعب يقرمني بشفتيه اما قلبه مبتعد عني جدا احنا كمؤمنين مدعوين انه انميز الاوقات ونعرف التوقيت الساعة ما حدا بيعرف فيها حتى الكتاب بيوضح انه ولا اي انسان ومجيء الرب مثل ما بيحكي الكتاب المقدس رح يكون مجيء فجائي مجيء ثوري وفوري ايضا رح يكون مجيء الرب مش مثل لما اجا في بيت لحم متواضع مكتوبة ستنظره كل عين هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين فرح يكون مجيء علني امام الجميع والجميع رح يميز هذا الموضوع